أكيد نشكر زملائنا في تيديوهات أربيل وبغداد ومستمرين إياكم بحلقتنا لهذا اليوم وأكيد مع اقتراب انطلاق النسخة الحادية عشر من مهرجان دهوكا السينماي الدولي تتجه الأنظار إلى هذا الحدث الفني البارز الذي يجمع به السينما الكردية ومبدعية السينما من مختلف أنحاء العالم أكيد يسرنا أن نتحدث عن استعدادات هذا المهرجان مع ضيفنا الكريم الأستاذ حسن عارف مدير إعلام مهرجان دهوكا السينماي الدولي أستاذ نورتنا في استيديو دهوكا أهلا وسهلا بك شكرا وصبع الخير لكم وجميع مشاهدي قناة زاقروس شكرا أستاذ بالبداية كلمنا عن تحضيرات واستعدادات مهرجان دهوكا السينماي الدولي التحضيرات والاستعدادات اللازمة لإقامة المهرجان أو كل نسخة من المهرجان هي لحد الآن سوينا كل شيء جاهز من ناحية استلام الأفلام وكذلك البرامج واللي راح يمشي عليه المهرجان ففي كل دورة عندما نعلن أنه راح نقوم بإعدار نسخة للمهرجان يحتاج لنا وقت هواية وقت يعني مثلا نقول أكثر من ستة شهر نحن مجغولين بإعدار التحضيرات اللازمة لو نحكي على هاي النسخة مثلا النسخة الحادي عشر من الشهر السادس لهذا العام نحن أعلننا أنه راح نبدي باستلام الأفلام اللي راح تشارك بالمهرجان فتقريبا هذه الفترة بحدود ثلاثة أشهر هيج يعني جينا تقريبا بالقسم الكردي تقريبا 200 فيلم وهي الأفلام الروائية والقصيرة وكذلك الوسائقية بعد ما خلص مدة استلام الأفلام بدأ لجنة السليكشن اللي راح تشوف الأفلام وتقوم باختيار هذه الأفلام وهي قامت بشغلها فهي المرحلة الأساسية كلش للمهرجان من تقوم هاي النجنة باختيار الأفلام فبعدين نبدي بوضع البرامج اللازم لإقامة المهرجان فالحمد لله لحد الآن كل شي ماشي كل جزي وفي هذه النسخة راح تشارك 107 أفلام منها 46 فيلم كردي والباقي أفلام أجنبية طيب شون الجديد اللي راح يقدم السنة هذه عن السنوات الماضية بل بدون شك كل نسخة من المهرجان لها فرق من النسخة اللي قبلها فهسا لو حشينا مثلا على الرسالة اللي راح تحملها المهرجان بيها فرق من النسخة العاشرة وكذلك سينما البلد الضيف كذلك أكو فرق بين هاي السنة والسنة اللي راح ت وبالنسبة لإعداد فورم المهرجان كله يعني إن شاء الله في هاي النسخة النسخة الحادي عشر هاي مرة عشرة سنوات يمكن احنا ما مغيرين فورم المهرجان بس هاي المرة احنا إن شاء الله دا نشتغل على تغيير فورم المهرجان كلها وإن شاء الله من تبدل المهرجان راح نشوف مهرجان يعني بالشكل بحلة جديدة من المهرجانات السابقة وإن شاء الله راح تكون بها مشاركة كلش زينة وفعالة من سينماي الكردو والأجانب وفي الأيام المهرجان إن شاء الله راح نشوف وجوه جديدة من مضيفة بهذا النسخة من المهرجان طيب البلد المضيف هاي السنة وليش اختارتو البلد المضيف لهاي السنة هي سينما دولة الهند هذا شي بصراحة هاي النسخة يفرحنا كلش لأن في هاي المرة هما يعني القنصلية الهندية في أربيل هما الجو يمنى بالمهرجان وهم يعني رادوا يكونوا البلد المضيف لهذا المهرجان وبعد مشاورات واجتماعات كثيرة احنا اتفقنا أنه راح يكونون البلد الضيف لهاي النسخة حيث تشارك بتسع أفلام طبعا جيدة على المستوى الهند وغير الأفلام قدهم مشاركة أهم أنه راح يجيبون فرقة فرقة رقص شعبية راح تجي من ثمانة أنخاش أشخاص راح يكون لهم النشاط داخل المهرجان وكذلك بعض النشاطات الأخرى غير الأفلام راح تشارك بهاي نسخة من المهرجان فليفرحنا من هاي ناحية أنه من تجي دولة أو الممثل من دولة وتطلب تصير ضيف بهذا المهرجان شيلر فرق هاي إنه فعلا يعني مهرجان دهوك الدولي صار اسم من بين أسماء المهرجانات العالمية وفقط الهند طلبوا المشاركة بهذا العام؟ في هاي نسخة بكل نسخة بس بلد راح تكون الضيف في هاي السنة هما أجوا يعني هما اللي فتحوا هذا الباب أنه يصيرون بلد الضيف لهذه النسخة طيب أكيد أكو تركيز على جانب معين هذه السنة على شنو راح يتم التركيز أكتر شيء؟ بل في كل نسخة النهرجان يحمل رسالة ذات طبع عالمي مثلا لو نحكي على النسخة العاشرة كانت الرسالة هي لغة الأم واللي قبلها كانت البيئة واللي قبلها كانت تعايش وإلى آخره في هاي النسخة احنا ركزنا على الرياضة مو الرياضة هي موضوع عالمي وشي عالمي فمو بس الرياضة كرة القدم بينما كل الأنواع الأخرى فاحنا في هاي المرة ركزنا على الرياضة وحتى في الأفلام المشاركة في هذه النسخة أكو أفلام كثيرة مواضيعها على الرياضة لأن الرياضة هي موضوع مهم بالنسبة للعالم واحنا في هاي المرة اختارينا الرياضة وإن شاء الله راح تشوفون بها أفلام كثيرة يعني يتعبر عن هذا الموضوع عن الرياضة طيب عدد الأفلام اللي قدموا وكم عدد تم اختيارهم من بدأنا نستلم الأفلام عن طريق أونلاين طبعا عن طريق أونلاين وعن طرق الأخرى لجبنا الأفلام تقريبا من هاي الفترة تقريبا ثلاثة أشهر جينا حدوث سبعمية فيلم بالقسم الكوردي والقسم الأجنبي ومن هاي سبعمية فيلم اختارة واللجنة اختارت مية وسبعة فيلم من هاي ستة واربعين فيلم كوردي والواحد وستين فيلم أجنبي اللي راح يشاركون بالنسبة لي كل مرة من نبدي نستلم الأفلام أفلام هواية تجي لنا بصراحة يعني شنو هي المعايير اللي تقبلون من نفتح باب استلام الأفلام ماك ماكو معايير يعني كل واحد يقدر يقدر يقدم فيلمه عن طريق أونلاين بس بعدين هاي اللجنة اللي تشرف على هذا وتقيم هاي الأفلام هي اللي عادها معايير مثلا تختار الفيلم اللي تناسب تشارك بهال المهرجان بما أن المهرجان مهرجان دولي فلازم يكون هاي الأفلام المشاركة يعني عادها يعني عادها هي شي كواليتي عالمي مثلا فهاي اللجنة على كم نقاط تفقوا إنه يختارون هاي الأفلام بالنسبة للتقديم يعني كل واحد يقدر يقدر يقدم اسمها ما في أي شي يعني من الواحد ما يقدر يقدر يقدم فبعدين يخلص التقديم هاي اللجنة تجي وتشرف على أنه وهي اللي تقرر أي فيلم راح تشارك وأي فيلم ما راح تشارك طيب أبرز الأفلام من شاركة هذا العام وهل هناك إنتاجات محلية بارزة؟ أكيد في كل مرة هناك إنتاجات محلية ما نقدر نقول بارزة يعني مع الأسف إحنا لو نحشي على محافظة دوق الإنتاج السينماي يعني مو بالمستوى اللي إحنا نريده بصراحة فدائما إحنا عندنا هاي المشكلة يعني نقول عندنا مهرجان دولي بدهوك فلازم بأكيد يعني بكل نسخة فيلم طويل تشارك بهذه النسخة بس مع الأسف يعني ما يكون ينتاج سينماي وهذا ما المشكلة يعني السبب مو للسينمايين الكرت بدهوك بلك ما في يعني دعم للسينمايين حتى يقدرون ينتجون الأفلام بس أكو أفلام من الدهوك أكو تقريبا ثلاثة أفلام بس قصيرة راح تشارك وفي أربيل والسليمانية هم أكون مشاركة والأفلام طويلة بس مو يعني ما نقدر نقول أفلام بارزة بصراحة مو على المستوى يعني اللي إحنا نريده بس هم أكون مشاركة إن شاء الله بالقادم إن شاء الله بالمستقبل إحنا دائما نقول ونريد إنه يكون نسبة مشاركة الأفلام الكردية خاصة البارزة والأفلام الريوائية الطويلة نريدها تكون هيشي بمستوى عالي حتى تنافس الأفلام الأخرى طيبة كيف يساهم المهرجان في دعم المواهب المحلية؟ أكيد المهرجان بكل الشكل تحاول تدعم المواهب المحلية فإحنا عدنا في كل نسخة مشروع نسميها نوهاد هذا المشروع وهي معهد قوتة هي التي تسفونسرنا بهذا المشروع فكل مرة قبل أن يبدأ المهرجان نعلن عن هذا المشروع هناك الكثير من الشباب ليس فقط من الدهوك أو أربيس سليمانيا من كافة العراق يقدمون حتى من بغداد من باقي المحافظات العراقية يقدمون هذا المشروع وبعدين هذول الشباب يشاركون بهذا المشروع بأيام المهرجان يفتحون لهم عملية على المنتاج وعلى الإخراج وعلى الإنتاج والسيناريوها فمن يخلص هذه الدورات تقريباً حدوث ثلاث مشاريع من هذه الدورات يعني من الشباب المشاركين في هذه الدورات يدعمهم المهرجان يعني إدارة المهرجان تدعمهم الدعم المادي فمثلاً نحجي على النسخة العاشرة مثلاً كانت هناك مشاركة حدوث ثلاثين شاب في هذا المشروع فمن هذول الشباب كلهم أخذوا ثلاث مشاريع يدعمهم المهرجان وفي هذه النسخة يعني أفلامهم مشاركة بهذه النسخة ستشارك بها وداخل المنافسة هم هل المهرجان يفضل الفئات مثلاً الشباب أكثر من الأعمار بل المهرجان هذا هل يفضل يعني اللي يقدمون بهذا المهرجان الشباب أكثر أكيد الشباب عمر معين يعني هم يحددون العمر عمر معين يعني 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 مقابلة يدخلون بها فيشوفون إذا عدهم هاي الموهبة يقبلوهم هذا المشروع هذا من خلال هذا المشروع المهرجان تدعم الشباب لتطوير قدراتهم في السينما ومن ناحية الأخرى حتى المهرجان وجود المهرجان أصلاً هي هي اللي هي تحافظ على أن الشباب يطورون قدراتهم في العمل السينمائي طيب ما هي الجوائز بهذا المهرجان على أي معايير من خلالها يتم اختيار مثلاً الفيلم الفائز بالمهرجان جوائز هواية حدود تسع عشر جائزات عندنا والأكبر جائزة بها هي جائزة نسميها يالمازقوني هاي جائزة بالقسم الأجنبي طبعاً الفلام الأجنبية وباقي عندنا مثلاً بالقسم الكردي عندنا جائزة أحسن فيلم رواي طويل وأحسن إخراج وأحسن تصوير وأحسن ممثل وأحسن ممثلة وكذلك عندنا جائزة على السيناريو بالقسم الكردي وكذلك عندنا جائزة خاصة بجائزة المحافظة نسميها إدارة محافظة الدهوك تدعم هاي الجائزة بس شلون يعني إذا هسا واحد يعني سوى تصوير فيلم مالتب الدهوك وهي شي يعني طلع صورة الدهوك بصورة جيدة بهذا الفيلم بس هاي الجائزة ما يعني مو كل سنة أكو إلا يكن بيها يعني مشاركة فيلم تصويرها في الدهوك يعني السنة هادي أكو هادي الجائزة لتخص محافظة الدهوك ماكو أفلام طويلة من الدهوك هاي السنة أفلام قاسية ماكو هاي الجائزة ما ينتو الأفلام قاسية بس الأفلام الطويلة طيب القضايا اللي تمثل الأفلام هذا العام بهذا المهرجان بل يكون هوايا قضايا هاي الأفلام طبيعي كل فيلم عدها قضية خاصة وبعدين الواحد من يكتب السيناريو أو يقوم يخراج فيلم شي يعني عنده رسالة خاصة فالأفلام اللي عندنا عدهم قضايا هوايا قضايا بس من أبرزها قضايا الرياضة بها وكذلك قضايا على البيئة وعلى الطفل وعلى المرأة وعلى القضايا الاجتماعية وقضايا أخرى طيب كيف يساعد المهرجان في تعزيز التعاون بين السينما المحلية والدولية؟ أكيد إنه إذا نشوف هذا المهرجان من اليوم ما بدد لها الساعة تحاول كل إمكانياتها إنه تكون الجسر اللي تقوم بإضافة السينمايين الأجانب إلى دهوك وكذلك فتح باب التعارف بين السينمايين الكرد والسينمايين الأجانب فأكيد يعني هوايا مرات صارت إنه واحد سينماي أجنبي إجاء لهنا وشارك بالمهرجان وأتعرف على هذا السينمايين الكرد ومن خلال هاي تعارف صار مشاريع بيناتهم وصار يعني بعدين صار وينتجون أفلام بمشاركة بعضهم وغير ذلك يعني هي الجسر الثقافي اللي تربط ثقافاتنا مع الثقافة الأجنبية وهناك نواحي أخرى أيضا من خلال هذا المهرجان مثلا نقوم بأكيد بإضافة السينمايين الأجانب فمن يجون لهنا ويشوفون مثلا الدهوك إذا نقول فالدهوك أصلا يشوفوا هاي شي لوكوشن كلش زين لتصوير فيلم السينمايين فهي المهرجان أيضا مرات عديدة صارت السبب في إنه واحد من السينماي الأجانب يجي لدهوك ويصور فيلمه فهي حتى إذا شوفها من الناحية الاقتصاديها بشي كلش زين بالضبط طيب بعد الأفلام هل هناك ورش عمل أو ندوات مرافقة للمهرجان؟ أكيد عدا المهرجان مو بس عرض الأفلام طبعا المهرجان بها أعمال غير أعمال مثلا قبل شوية حاشينا على المشروع النهات اللي تفتح الوركشوفات للشباب وعدنا يومية ندوة خاصة نقيمها مثلا على السينما الكردية أو عن قضايا قضايا متعلقة بالسينما الكردية وقضايا أخرى مثلا في هاي النسخة قدنا مثلا بوركشوف خاص عن الكتابات اللي كتبت على السينما مثلا إذا نقول كلش فقري من هاي النهاية ما عندنا كوتو بيشي على السينما الكردية وعدنا بورشوب خاص أو بانال خاص على السينما الهندية أيضا لأنها البلد الماضي والشبابات أخرى بمواضيع متعادثة طيب كيف تقيمون تفاعل الإعلام الدولي مع المهرجان؟ وهل هناك تغطية خاصة من وسائل الإعلام؟ أكيد أكو تفاعل ما طولي مهرجان دولي أكو تفاعل الإعلام الدولي عليها مرات عديدة يعني نقوم بدعوة الإعلام الأجنبي خاصة الإعلام العربية الموجود في البلد وخارج البلد وغير ذلك عندنا مثلا عندنا صحفيين خاص يعني يقومون بنشر الأخبار المهرجان في المواقع العالمية والقنوات العالمية فأكيد ما طول إحنا نسوي مهرجان عالمي فأكيد لازم يكون عليها أخبار عالمية هم في نهاية الناحية أيضا يعني عندنا الوسيلة لنقدر نودي إعلام يعني أخبار المهرجان لكل العالم طيب ما هي خطتكم المستقبلية لتطوير المهرجان في السنوات القادمة؟ بلا شك إنه في كل دورة إحنا نقول نريد يعني نروح للأفضل فإشلون مثلا هاي النسخة ما طولي هي عشرة سنوات مرت على هذا المهرجان عشرة سنوات هي مثلا نقول وقت طويل فمن العشرة السنوات الجاية إن شاء الله من هاي النسخة راح نبدي شوية شوية راح نغير من الفورم اللي إحنا نمشي عليها فأكيد هاي المرة إذا تجينوا تزورين المهرجان راح تشوف التغير اللي الحاصل بي أكيد راح نقول هاي فعلا يعني نسخة جديدة قامت عليه المهرجان فأكيد إحنا نحاول بكل الطرق إنه نغير بالمهرجان بس المهرجان هي مهرجان الأفلام يعني هي شي يعني ثابت مثلا هي عرض الأفلام وإعطاء الجوائز للأفلام بس أكيد في مثلا ستايل مهرجان أو فورم مهرجان لذلك عدنا عدنا هاسا اجتماعات ويا إدارة نادي دهوك هم ما طول إحنا هي رسالتنا الرياضة وعدنا أفلام على كرة القدم هم فإحنا هاسا عدنا اتصال وياهم بأن فكيف نقدر نعرض أفلام بخير ما كمثلا مكان رياضي نقول على الرسالة مهرجان طيب كيف تقيمون السينمايين الكرد بإنجاح هذا المهرجان؟ أكيد كل الشغل لكل السينمايين الكرد بصراحة يعني لكل السينماي الكرد خاصة بيدوك أو أربي إلى السليمانيا هم دائما يحاولون إنجاحي هذا المهرجان وكذلك من يصير المهرجان فنشوف كل السينمايين الكرد يعني نشوف هم معتبرين هذا المهرجان كعيد لهم يعني من يقابلهم بعضهم فأكيد كلهم يستاندون هذا المهرجان أكيد والآن قبل أن ننتقل لزملائنا في استيديوهات أربيل أكيد نشكر السيد حسن عارف شكرا لوجودك اليوم باستيديو دهوك أشكر من كل شكر وشكر خاص لقناة زاقروس إنه ما تقصر أبدا مهرجان دهوك السينماي شكرا لك أستاذ والآن ننتقل إلى زملائنا في استيديوهات أربيل وادمتم بخير